برجوي بتعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بتهدد الأمن والاستقرار الدولية الدولة يا برجوي بتقول لحضرتك بتصنف الإخوان جماعة إرهابية بتهدد الأمن والاستقرار وإنه تلقت جماعة الإخوان ضربة جديدة بعدما أعلنت برجوي عن أنها جماعة تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في العالم وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة في مواجهة خطر الإرهاب والعوم في الدولي من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية برلمان براجوي وافق بالأغلبية على مشروع قانون قدمته أحد الأعضاء أو السيناتور ليليان سامانيجو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لتصنيف الإقوان جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار وصلت مشروع القانون الضوء على إعلان عدة دول من بينها روسيا عام 2003 ومصر 2013 ومملكة العربية السعودية والإمارات العربية ومملكة البحرين عام 2011 برضو نفس العام 2016 تنظيم الإقوان جماعة إرهابية وعرض برلمان براجوي في بيانه على مقوع الإلكتروني أمس الأول موجبات الموافقة على القرار وذكر فيه أن الجماعة التي تأسست عام 28 على يد حسن البنة بتقدم المساعدة الأيدولوجية لمن يستخدم العنف في كل من الشرق والغرب ودول العالم وطبعاً ليس تزيل مرة الأولى التي تصني فيها براجوي جماعة ما بأنها إرهابية سبق البراجوي طبعاً رئيس براجوي اسمه ماريو عبدو بنيتس ده لبنان الأصل وصنف قبل كده حزب الله والقعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية في الإطارة كده ده خبر من براجوي